في المغرب وفي عمليات أمنية مشتركة مع مديرية مراقبة التراب الوطني تمت مدهمة ثلاثة أماكن على مستوى نواحي سلوان وزايو إقليم الناظور معدة لتخزين محروقات مخشوشة وبيعها بكمية مهمة وكذا إعادة تدوير الزيوت المحروقة هذا وتم لحد الساعة إيقاف 13 شخصا في كل ابن الناظور وبركان ووجد أنقاد وتم كذلك حرز كمية مهمة من هذه المحروقات تجاوزت في مستودع 61 طن وذلك على مستوى نواحي سلوان وزايو وقد تبين أن هذه المحروقات المخشوشة كانت تباع بأثمان غير قابلة للمنافسة سواء بطرق سرية أو حتى على مستوى بعض محطات توزيع الوقود وكان يتم مزجها بمؤدة أخرى منها مواد تستخدم في السباغة والزيوت المحروقة للمحركات وهما كان يتسبب في أعطاب ميكانيكية للسيارات التي تستعمل هذه المحروقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر